أنا باسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أنا باسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لحضور ختام منافسات البطولة الآسيوية السابعة عشرة لكرة اليد والتي أقيمت بصالة مدينة خليفة الرياضية وجمعت المنتخب الوطني لكرة اليد مع المنتخب القطري وقل هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عاهلة البلاد المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم بفرنسا وحصوله على المركز الثاني في البطولة كما هنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هذه النتيجة التي تحققت بفضل جهوده المتميزة في سبيل استمرار التنمية الشاملة بالقطاع الشبابي والرياضي وهمنأ سموه رئيس وأعضاء الاتحاد البحريني لكرة اليد وجميع أفراد المنتخب بهذا التأهل مشيدا سموه بجهود الاتحاد البحريني لكرة اليد التي انعكست على تطور اللعبة واشار سموه بنجاح البحريني في التنظيم الرائع لهذه النسخة من الحدث الأسيوي وجهود جميع العاملين في اللجان التنظيمية وكان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قد تابع المواجهة النهائية للبطولة التي جمعت المنتخبة البحرينية بشقيقه المنتخب القطري بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لاجلي صاحب السموه الملكي وليل عهد نائب القائد الأعلى وأيضا سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة ومعالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لللجنة الأولمبية البحرينية وسعارة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المسؤولين بالقطاع الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وقد توجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة المنتخب القطري بكأس البطولة وقلدهم الميداليات الذهبية فيما قلد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أفراد المنتخب الوطني ميداليات المركز الثاني وقلد من عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن صادق عسكر المنتخب الياباني بميداليات المركز الثالث المترجم للقناة